وصلت وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي بدأت اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر ذلك بمناسبة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد تهدف المبادرة لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة يتواصل اقبال المواطنين على شراء المسلزمات المدرسية لابنائهم مع استمرار فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي اطلقتها وزارة الداخلية في الاول من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد جاي بأم عز مني علشان خاطر لما انا اشتري شواء الطلبات لولادي وكتبوا حاجات من دواء والجيت حاجات رخيصة جوي داخل اشتري حاجات كراريس وشومة وإمام وكل حاجة بصراحة الشدر جميل وخويس وحلوة عادي عزيز بالمواطن في داخلة المدارس وفي الأسعار اللي بدت عالية شوية على المواطن بس المبادرة دي موفرة علينا حاجات كثيرة فنشكر السيد الرئيس عليها معارض المبادرة التي يصل عددها إلى ستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارضا فرعيا تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلاتها خارج إطار المبادرة وبتخفيضات تصل نسبتها إلى ثلاثين بالمئة إضافة إلى توفر تلك المستلزمات في ثمانمائة وأربعة عشر منفزا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة كلها بالأسماء والعنوين مؤضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بنقدم خصومات بتتجاوز تلاتين أربعين في المية ممكن تصل لخمسين في المية وفيه منتجات منها بتصل لسعر التكلفة نبقى شوية مكسب تمام دايما على طول بنشترك في المبادرات دي لأن دي بتشيل عن الكهلة للمواطن المصري ونكونوا حرسين إن احنا بنوفر له البضاع بأسعار منخفضة مبادرة عظيمة ونحن الآن الأسعار كلها مناسبة ونحايا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحفيظ الأسعار مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فر حبك علينا بلدي فر مدريات الأمن بالتنسق مع كبار المواردين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها وفر كافة الاحتياجات المدرسية والسلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من التخفيضات المعلنة عديت النهاردة على الخيمة عشان أستري ملتزمات المدرسة فلاقيت بصراحة الخيمة فيها كل ملتزمات المدارس الخيمات جميلة لأسعار كويسة جدا بسرت كشاكيل وبصراحة أسعار مخفضة عن بره بصراحة حاجات جميلة يعني أخذت فكرة عن المكان ولأ حاجات حلوة بصراحة وبصراحة نشكر الرئيس اللي إن حاجة قويسة وحاجة كده يعني بصراحة أحسن من بره بكتير وحاجة مضيفة إلى جانب المستلزمات المدرسية تتوفر السلع بكافة أنواعها خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% تحت مظلة مبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أسعار غير بره خالص وفرت معنا وفرت وفرت كتير كمان أنا جيت واشتريت حاجات قويسة وبأسعار أقل من السوق وجميلة جدا وشكرا لكم جميعا منظومة أمان ومن خلال 1026 منفزا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاية شعبي وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية كما عادت أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية لتوزعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجا وبداء للعشوائيات على مستوى الجمهورية في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهم أحنا برودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك وفي المعات بروح وقل الزباة جمعوا ووزعها علينا حققت الليل الشنط والشنط فعلا جميلة قوي وهي كل سنة برضو بيوزعها علينا وشكرا يا رئيس وشكرا يا وزارة الداخلية قلنا واحد مبادرة قطارها لا يتوقف عند حد معين بل هي المظلة الاجتماعية والإنسانية التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل حرص القيادة السياسية على ذلك نجاح كبير تسجله مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثالثة والعشرين برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال المشاركة الواسعة للكينات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية وكبرى المكتبات في هذه المبادرة ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية عبدالله بركات التلفزيون المصري